قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر انخرطت في تجربة تنموية رائضة في مجال البنية التحتية مشيرا إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية بلغت ما يقرب من 170 مليار دولار كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك أسهم في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وكذلك بناء مدن جديدة تعاملوا على جذب الاستثمارات انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار في خلال هذه الثمان سنوات ولم يسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات بل أسهم أيضا في توفير نحو 5 مليون فرصة عمل جديدة للشباب المصري وأود في هذا السياق الإشارة إلى المشروع التنموي الضخم الذي ينفذ بآياد مصرية وتنزانية وهي مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا والذي يعد نموذجا يحتزى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي ويبرز الإمكانات والخبرات التي تختص بها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر